في إطار توسعها بعمليات السطو على أرزاق الموظفين العموميين تقاسم ميليشي الحثل انقلابية العاملين في القطاع الصحي مكافآتهم الشهرية التي تصرف من قبل المنظمات الدولية وقالت مصادر طبية في صنعاء أن ذلك يتم من خلال مديري المستشفيات والمراكز الطبية وممثلي الشركاء المحليين للمنظمات الأممية والمشرفين على تلك المرافق ويصل الخصم في كثير من الأحيان إلى نصف مبلغ المكافأة موظفون في المنشآت الطبية في صنعاء أكد اقتطاع نصف مكافآتهم مع إجبارهم على التوقيع على استلام المبلغ كامل وهو الخيار الأخير لديهم بسبب عدم وجود أي مصدر آخر للدخل ويقولون أن باقي مكافآتهم تذهب لمدير المنشآة والمشرف الوقائي هو عنصر المخابرات في المنشآة وممثل الشريك المحلي للمنظمة الدولية مصادر في المنظمات المحلية أوضحت أن جميع المنظمات التي تعمل كشريك محلي للمنظمات الدولية تطبع الإنقلابيين الذين يتحكمون في العمل الإغاثي عبر كيان مخابراتي يسمى مجلس الشؤون الإنسانية حيث أصبحت هذه المنظمات الشريك المحلي الملزم للمنظمات الإنسانية سواء قبلت بذلك أم لا لأنه لا توجد أمامها بدائل أخرى هذه الانتهاكات تأتي في وقت أعلن فيه برنامج الغذاء العالمي عن تقليص قدرته على رصد وتقييم المساعدات الإغاثية بنسبة وصلت إلى 100% بسبب قيام المليشيات بمدهبة 81 الشركة للبيانات المحلية التي كانت تعمل لصالحها وإغلاقها حتى الآن مشيرا إلى أنه بحلول نهاية شهر يناير الماضي لم يكن قادرا على البدء في جمع البيانات للأمن الغذائي السنوي في تلك المناطق حيث لا يزال الاتفاق مع المليشيات معلقا ترجمة نانسي قنقر